يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر ملبين ومكبرين ومهللين وحمدين الله تعالى على ما أفاء عليهم من نعمة أداء ركن الحج الأعظم مقتدين بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى تلهج ألسنتهم بالدعاء راجين لأن يغفر ذنوبهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يجعلهم من المقبولين يقفون بلا حواجز بينهم لا يفصل غنيهم عن فقيرهم كبيرهم عن صغيرهم قويهم عن ضعيفهم حاجز مهما تعددت أجناسهم وجنسياتهم لا ترى بينهم فرقا فهم مسلمون وكل المسلمين سواء يقفون شعثا غبرا يسألون الله رحمته ومغفرته فيباهي بهم الله عز وجل ملائكته ثم يغفر لهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد لهؤلاء الحجاج إلا أن ينشغلوا بنسكهم في الدعاء تارة وفي الصلاة تارة وفي غيرها من العبادات والأعمال الصالحة لذلك سخر الله لهم من المسلمين من يعمل على خدمتهم بكل إخلاص محتملين أنواع المصاعب لراحة الحاج فمن رجال أمن يبقون أعينهم ساهرة على سلامة الحاج وأمنه إلى المتطوعين وشباب الجوالة الذين لا يألون جهدا في إرشاد الحجيج وإعانة ضعفائهم إلى عمال ينهمكون في بناء وصيانة بنية تحتية هائلة لا هدف لها إلا رضا الله برضا ضيوفه نفر الحجاج إلى عرفة ملبين لله عز وجل تقبل الله هذا الوقوف ورحم الله هذه الوجوه وجزى الله خير الجزاء من يعمل بدأب على راحتهم وأمنهم لا شريك